أوقف الحصار على سوريا شعار رفعته فصائل العمل الوطني وأحزاب سوريا بساحة عرنوس وسط العاصمة السورية دمشق من خلال وقفة لكسر الحصار المفروض على البلاد من هنا من وسط دمشق هذه الوقف التضامنية مع سوريا سوريا التي وقفت إلى جانب كل الذين تعرضوا للنكبات والأزمات من أبناء أمتنا العربية نقف معا لنعبر عن سوقنا وغضبنا تجاه الإجراءات القصرية حالية الجانب المفروضة علينا من قبل الولايات المتحدة وعملاؤها هذه الإجراءات التي عانت منها سوريا وشعبها طويلا وهذه الإجراءات التي لا تمت بصلة للإنسانية والعدالة كلمات عديدة أكد فيها الحاضرون على ضرورة وقف الحصار المفروض على سوريا خاصة بعد الكارثة الإنسانية والزلزال الذي ضرب البلاد وخلف الكثير من المأساة نحن كشعب فلسطيني دائما نحب للدفاع والتضامن والوقوف إلى جانب سوريا أننا اليوم نقف وقفة تضامنية مع الأخوة وإشقائنا في الجمهورية العربية السورية لنقول كفى فك الحصار عن سوريا سوريا التي وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية منذ انطلاق الثورتنا الفلسطينية المعاصرة حتى هذه اللحظة نحن في وقف التضامن مع سوريا لفك الحصار عن سوريا وهي التي ساندت ودعمت القضية الفلسطينية منذ بداية النكبة لطالما سوريا احتضنت فلسطين وشعبنا على مدى سنوات كانت ترفع شعار القضية وما كان من أبناء شعبنا إلا أن يرد الدين في وقت الأزمات وقفة فلسطينية سورية ترفع شعارات عديدة أهمها كسر الحصار عن سوريا سوريا التي تعاني أكثر من عقد من الحرب والحرب الاقتصادية التي تفرض عليها نتيجة الحصار المفروض لذلك هي وقفة من أجل كسر هذا الحصار من العاصمة السورية دمشق نصطفى ردوان تلفزيون فلسطين